السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء القرام أهلاً بحضراتكم في يوم جديد وعالم جديد من تفسير الأحلام أهلاً في برنامجكم شفت منام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا أبا القاصم تبطى حياً وميتاً يا رسول الله أهلا بحضراتكم وحشتوني جدا النهاردة إن شاء الله يوم جديد وعالم جديد من تفسير الرؤية والمنام النهاردة إن شاء الله هنتكلم معكم فيه أمر مهم جدا ورمز جديد من رموز تفسير الأحلام وهو رؤية المصحف في المنام طبعا كثير مننا جدا اللي هو بيشوف طبعا المصحف في المنام وآيات القرآن الكريم طيب طبعا إن شاء الله اللي عايز تواصل معايا أرقام التليفون هتبقى مكتوبة على الشاشة على الهواء مباشر أتماني من حضركم تتواصلوا معايا عشان نقدر نفصل لكم مناماتكم بكل خير ويا رب نقدر نفرحكم ويا رب نقدر نسعدكم بالصلاة والسلام على سيدنا النبي بس قبل ما تكلم يلا املوم السماء والأرض الهواء الدنيا كلتها بالصلاة على سيدنا النبي صلوا على سيدنا النبي كتير أوي 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 عشان سيدنا النبي يسعد بنا أوي 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 اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله رؤية المصحف في المنام الله رؤية طيبة رؤية كريمة رؤية حميدة رؤية محمودة ربنا سبحانه وتعالى كريم جدا وجميل دايما أحب أقول أن الله سبحانه وتعالى كريم وجميل لما حد يشوف في المنام إذا كان ذقرا أو أنثى المصحف في المنام وله عديد من التفسيرات تفسيره في المنام ورؤيته في المنام ورؤية مبشرة وعظيمة أوي 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 اللي يشوفه في المنام يقوم فرحانه يقوم سعيد إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه إنه هو شاف حاجة جميلة أوي 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 هو رزق من الله سبحانه وتعالى هو نفحة ربانية من الله سبحانه وتعالى على الرأي ده معجزة من معجزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معجزة كبيرة جدا القرآن الكريم هو في المنام فضل هو في المنام خير كبير من رأى في المنام أنه يقرأ في المصحف لا مش يقرأ لأ ده احنا نتكلم لسه قبل ما نقولها يقرأ يفتح بس أو يشوف المصحف ببشر صاحب المنام على طول بالرزق القادم له بتبشروا بالرزق أيوان لأن القرآن الكريم رزق لأن القرآن الكريم كما قلت محمود فهو رزق يأتي لصاحب المنام أو صاحبة المنام فيه قير كثير طيب هو الرزق لازم يكون مال لا ممكن الرزق يكون حاجات كتير قوي 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 ممكن الرزق يكون مال ممكن الرزق يكون حب الناس لك ممكن الرزق لو أنا شفت القرآن الكريم بس المصحف شفته بس من برة شفت بس كده المصحف كده ومقفول مش مفتوح كمان فضل كبير وقرم وخير ورزق زي ما قلت ولمش لازم الرزق يكون مال بس كل حاجة حلوة بتجي للإنسان رزق ولد بار بأهله رزق زوجة بتحب زوجها رزق الزوج بيحب زوجته رزق لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى الرزق كمان في الصحة والبدن رزق كل حاجة حلوة رزق يعني هنا معنات إن اللي بس يشوف المصحف في المنام بيجيله رزق أيوان بيجيله رزق فرج خير نور قرم من الله سبحانه وتعالى طب اللي يفتح في المصحف هنا بقى تأولات كتير قوي 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 وبتختلف من شخص لشخص من بنت لرجل لأعزب لمتزوج لمطلقة لسعي للرزق لتاجر المصحف الكريم المصحف المشرف رؤيته في المنام بشارة طيبة أوى 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 طيب تعالوا معنا نتطرق كده ونخش واحدة بواحدة ونشوف تفسير المصحف إشارة إشارة ومن شخص لشخص معنا اتصال الأستاذ إيمان عليكم عليكم السلام يا أستاذ إيمان إزاك يا أستاذ إيمان أنا الحمد لله بخير والله بالله عليك يا أستاذ إيمان أنا عندي ثلاث أحلام ممكن تسمعني بس بحضرتك ثلاث أحلام أوه طب عايزين ناخد واحد الأول المهم عندك عشان نفسره بضقة وبعد كده إن ربنا أفض علينا بالوقت وأفض علينا بالتعبير إن ناخد التانين هم صغيرين يعني مش كهور يلا توكل على الله يأمان قولي وتحت أمرك هو الفرح كان فيه طابل وزمر وكلام من ده وأغاني لا 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 هو فرح عادي كده وأنت لابسة أصمر وزعلانة أوه أنا لابسة أسود وأعدى زعلانة هو أنت أنسة ولا متزوجة لا أنا متزوجة يا أستاذ إيحيا متزوجة عندك أولاد أوه عندي توقة ورقة طب إيه اللي مزعالك في بيتك أنا مفيش حاجة مزعاليني والله هو بس كان شوية تعب عندي وكده بس الحمد لله يعني يعني شوية تعب وراحم الحمد لله أوه الحمد لله هو بيروس وبيجي يعني بس الحمد لله طيب ما ممكن تخريجي صدقة لله عشان ربنا يبعد عنك هذا التعب إن شاء الله ممكن أقولي الحلم التاني يا أستاذ إيحيا يلا هاتي منامك التاني حلمانا يا أستاذ إيحيا أنا خلت أنا متوفية حلمتي مين خلت أنا متوفية خلتك متوفية آه اسمها نبوية تمام آه لقيتها يا أستاذ إيحيا أعدة في بيت هي وابنها آه وبعدين دفت أنا وجوزي لقيت قدامها زي صواني كده بس بوسة وعليها حاجات فضة جميل فأنا بقول لها إيه فهي راحت جايبة ورقتين بيت وراحت مقاطاها وحطة الجوزي في ورقة أولية في ورقة عملت إيه في الورقة؟ مقاطاها من اللي قدامها ده آآ هي بتؤديه عنا زي بس بوسة بس هي بتقول لي دا كاعة تمام فأنا بتقول لي راحت حطة ليه ولجوزي فأنا بقول لها لقيا خالتي طب سيبي حطي لقا أنا أو جوزي وخلي ليتي ماشي تمام قالتني لقا أنت ملكيش دعوة الله لازم تاخد إنتي وجوزي الله 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 وبعدين راحت مدياني أستاذ بيحيا وبعدين رحت ماشي كده ونستهم رحت مشيت وإيه؟ مشيت ونستهم مشيت ونست الحاجة ما خدتش الحلويات آآ فأنا لرجعت تاني فلاقيت بنتها قاعدة فبالله يا شايمان أنا خلتك السيبال حاجات هنا قالتك هناك هي مم فروحت واخدهم ماشي وأبوكي وأمك موجدين على قادر حياة آآ يا أستاذ بيحيا ربنا يخلهم لك يا رب جوزك بيسعى في رزق أو بيعايز يدور على رزق أو شغل جديد أنا والله يا أستاذ بيحيا أنا اللي بدور طيب تمام أبشيري أبشيري أنت عشان تشوف خالتك المتوفية في المنام فالخالة هنا في حكم الدين وفي حكم الشرع هي الأم هي السند هي الضاه هي الخير لما يكون متوفية وجايبة حلويات أو بسبوس أو تديك وتدي الجوزك وانت بتبحسي عن شغل أو عمل فهنا دليل على الرزق اللي جاي في الطريق إن شاء الله بس انت نسيتي الحلويات ما خدتاش ورجعت تاني تدور عليها فده دليل على إن شاء الله إن ربنا هيكرمك قوي قوي معلش ممكن الفترة دية ما تلاقيش شغل خلي بالك من كلامي ممكن الفترة دية ما تلاقيش شغل ما تلاقيش شغل دوري وشوفي والفترة الجاية إن شاء الله على السنة الجديدة هتلاقي شغل ورزق كبير قوي 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 والله أعلى وأعلم طب معلش الحلم التالي يا أستاذ يحيي أخي بحلم هاتيه ربنا يبشرك إن شاء الله بخير اللهم معمين بصي يا سطح يحيي أنا حلمانة سريعا بعد إذنك أنا ماشي يبسوق تمام وجيت الكبتة عربية كده مع ناسة أنا معرفهمش ولقيت شوز شفشي بأسود شفشي بأسود جميل بس هو شفشي بدمش بتاعي تمام وبعدين لقيت واحدة بتقول لي يا أستاذ يحيي لو سمحت يا أمان قلت لها معنا قالت لي ممكن تيريلي الورقة دي فلقيت الورقة يا أستاذ يحيي زي ما يكون فاهمة كتوب كلامة لغبط كده فبتقول لي يا له وده عمل فأنا عمال أقول حذب يا الله ونعمل وكيل حذب يا الله ونعمل وكيل في اللي يعمل حاجة بإذي حاج طب تمام أنا عمال أقول كده خلاص كده المنام طب اسمعين يا أستاذ أمان من التليفزيون أفصل لك منامك بص يا سيد يا سيد الفاضلة يا ربنا يكريمك ويا أخت الكريمة مناماتك جميلة جداً جداً ما فيهاش خوف ولا حاجة تلت منامات كويسين قوي منام اللي انت شفت فيه لبسة اسود وفيه فرح وكلام من ده فأنا قلت لك انت تعبانة وبحمد الله بتعب يروح وبيجي فأخرجي صدقة صغيرة جداً للابنيت إن ربنا يشفيكي الأمر التاني البسبوسة والكلام ده وخلتك زي ما أنا فصلت لك ده رزق جاي لك وعطية الميت عطية طيبة جداً عطية فاها خير عطية الميت يا جماعة بكون رزق كبير قوي 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 الله أنا ببشرك بخير انت خدت البسبوسة وخلتك بتقطعه وبتدي الجوزك وبتدي لكي وانت نسيت البسبوسة بتاعتك أو حاجتك دليل اللي انت في الفترة القادمة ممكن ما تلاقي الشغل دلوقتي بس الفترة الجاية هتلاقي شغل المنام الأخرين بقى المنام الأخرين عشان تلاقي أعزاكم والله شب شب واسود وشكله جميل وانت بتقولي مش بتاعك وبتقولي إن في حد عمل عمل وبتقولي حسبية الله ونعمل وكيل هنقف عند نص المنام ده ونجي نفسر الجزء الأولين وهو الشب شب الاسود الجميل اللي انت ختيه وهو ده الشغل اللي هيجيلك ليه؟ لأن الشب شب في المنام أو الحزاء في المنام هو بيدلل على العمل لأن الإنسان بيلبسه عشان يسعى بيدلل على الصفر بره بيدلل على السعي على العمل والرزق وبيدلل أيضا على الزوج والزوجة بس هنا انت متزوجة هنا انت بتدوري على عمل بتبحث عن رزق على زيادة في الرزقك ولقيت شب شب فهنا هيجيلك شغل على قده ورزق على قده وما ترفضهش خديه هنا الجزء التاني إن حد بيقولك إن انت عاملك عمل ويه؟ بتقولي حسبونا الله ونعمل وكيل حسبونا الله ونعمل وكيل ده أمر جميل ودعاء جميل جدا جدا إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بيرفع بيرفع دعاء المظلوم لما بيقول حسبونا الله ونعمل وكيل فربنا سبحانه وتعالى بيقولك أنت ضعيف وعندما تقول حسبونا الله ونعمل وكيل أي رفعت ضعفك إلي وأنا الله لا إله إلا الله سوف أقويك وأقويك جدا جدا وهاخد حقك طيب هنا حد بيقولك أو حد بيقولك في المنام معمولك عمل هب ونصطب هنا ولازم نقف في لحظة بالظبط كده عشان إيه الناس تسمعني خلوكوا يا جماعة معايا مش أي حد في المنام يقولك سحر أو عمل أبقى قول خلاص سحر أو عمل هنا بيبقى في شروط كتير جدا وفي حالة إن شاء الله إن أسعافنا الوقت هنبقى نقولكم شروط السحر إيه وموصفاته إيه واللي عنده سحر إيه ولكن هنا أنا عايزة نبه الأمر بسيط جدا مش كل في حد ما يجي في المنام يقولك في سحر في عمل يبقى عندي سحر وعمل ممكن الشيطان يجي يتسلل بأسلوب لطيف بأسلوب ابن لازينة يختارك الإنسان وعمل وسحر علشان يعمل إيه بقى علشان يبرج للإنسان ويخليه يجري وراء السحر والأعمال والصحر والدجالين والمشعوزين وأول ما أعبر يسمعك مش فاهم آه دا أنت عندك سحر روح إيجري عملي كذا 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 روح عنده مش عارف مين وتسعي بقى في الطريق دو تدفعي فلوس وحاجات كتير ملهوش عدد فعليك بالركلة الشرعية وقراءة القرآن أنا قلت قبل كده في حلقتي بقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مصطورة فهنا قراءة القرآن والركلة الشرعية أقرأ على المية وأشرب كتير قوي وأسيب حبة صغيرين أزود بهم أتوضى بهم وبعد ما أتوضى بهم أكيب بهم في مكان يكون بعيد كده عن أن أنا أدوس على رجلهم أو في مكان بتروى في الزرع والله أعلى وأعلم طيب معنا اتصال عزة أهلا السلام عليكم إزايك يا أستاذ عزة إزاي حزيتك تزيح يا عملي إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا الحمد للارب العالمين الحمد لله عندي تفسير حلمين لو سمحت لفصير تفضلي قولي الأول الأول أن أنا حلمت في الأول أن أنا ببني في المقابر ببني لي طرب تمام ماشي وبعدين كده أنا بتأسف لحضرتك أقطعك أنت أنسها مش كده لا أنا متزوجة ومعي ولدين متزوجة ومعك ولدين كميل تفضلي منامك آآ وبعد كده زبت التربة ديان وهي تربة كبيرة جميلة وفعدها لإيه في مكان أوسع فارفت خدفه تمام في المقابر ففي جران ليه بيقولولي لا أنت المكان ده يبني مكان مقبطين بس يعني تربتين صغيري صباح أنا أقول لهم أنا أخذ المكان ده أنا أخذه هيبني كتير يعني مكان مقابر كتير يعني أنتوك ده واسع واسع آه وهم مش ردين أن أنا أخذه وصلهم لا أنا أخذ فجاري في ريحي كل بلد أمريها أقول لي لا أنا أخذ المكان الصغير ده بقى اللي ورا فقلت له لا هنا مش هينفع أننا حادي يخذه أنا أخذ المكان كل تمام يعني ده كله مش عاكبك أنا أخذ ده أنا أخذ الحكة دي قلت له لا أنا أخذ المكان كل تمام في المقابر ايه يا أستاذ الفاضلة بقولك ايه هونتو عندكو أضايا على ورسة أو كلام من ده جوازك أو انتي عندنا ايه ورسة ورسة ما أخذتهوش أو فين زعف حقوقه وكلام من ده بالسماع حضرتك كويس مع ليش حضرتك عندك مشاكل على ورسة أو زوجك آه عندنا آه مع مين معاكي ولا مع زوجك لا مع زوج إخواته طبعا آه والمشاكل المشاكل يعني ايه يعني نقول لرب السماء مش سالكة أيوة طبعا والله يا العظيم ربنا بيقول الورسة والأراضي وكلام ده ما هي إلا مقابر يعني في آخرتنا ناخد مقابر طيب بس الأمور نمسى ببالكم مشاكل جمده أو يا أستاذة صح؟ أيوة طيب أنا عايزة أقولك على حاجة قول لزوجك يحاول بقدر الإمكان يستعاني بربنا سبحانه وتعالى ما يشددش أوي 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 وإن شاء الله إن شاء الله ربنا هيديكم خير خلي بالك من حيط دي ربنا هيديكم خير وربنا سبحانه وتعالى هيكرمكم أوي أوي بس فيه سؤال أخير إنت حضرتك قاعدة في البيت مع أهل جوزك؟ لأ وإحنا كنا قاعدين معهم وخبنا بيت تاني وهما فعلا بصير للبيت بيت بنانا كبير يعني بالضبط بالضبط هو دي تفسير منامك ومنامك اتحقق بكده اللي إنت حديدك بتبني مقبرة تانية أو المكان اللي إنت بتخديه أوسع أو كلام من ده المكان اللي إنت قاعدة فيه استبارك بيه مكان جميل ومكان حلو وربنا هيكرمك في يوم من الأيام ويقدر جوزك ياخد الورث واحدة بواحدة والله أعلى وأعلى منامك التاني منامك التاني إن أنا حلمت إن أنا وقفة عند نخلة أنت الأول فهمت تفسير منامي؟ أي وفهمت حضرتها تفضلي وقفة في مكان فيه شجر وشجر ده في نخل والنخل ده في بلح والبلح أنا عمالة نزل منه بلح أحمر كتير وأخذ وعبي ليا البيت الله بس الله كلما البلحة الشجر أتنزل بلح أنا أخذ البلح الأحمر ده الله الله أبشري أبشري وبقاهتنا منه إن شاء الله سمعيني من شاشة التلفزيون عبالك إن شاء الله منامك إن شاء الله منامك جميل جدا أولا أطول الأعمار شجر النخل فهنا دليل على أن الأخت الكريمة إن شاء الله ربنا هيكرمها هيكون طويلة العمر بإذن الله مع كمان رزق قارب قارب جدا جدا هيكون لها ويكون رزق كتير قوي قوي هتدخله بيتها طيب البلح هنا أحمر وبقول هنا إحنا لسه في موسم البلح يعني إيه كلام ده يعني كلما يكون الفواكه أو الثمار أو الخضار أو أو في الموسم بتاعه أو الشتاء أو الصيف فبيكون أفضل من غيره فهنا دليل على خير قادم لك كتير هتدخلي ببيتك في فرق جاي داخل في بيتك قريب قوي هتساعد له قوي 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 والله أعلى وأعلم طيب هنرجع تاني لرؤية المصحف في المنام رؤية المصحف في المنام إحنا عارفين إن عدد صور القرآن الكريم 114 صورة بتبدأ بصورة البقرة وهي بتبدأ بصورة الفاتحة وبتنتهي بصورة الناس طيب رؤية المصحف في المنام يا جماعة أنا قلت إنه هو خير وبركة وشرف كبير قوي قوي اللي يشوفه في المنام طيب هنا في جزئية جميلة قوي أفرحكم به اللي فتح المصحف في المنام وشاف كده رزق وشاف الكلمات أو القراءة في المنام بتاعة المصحف الكريم أو آيات آيات المصحف ده مال ورزق وجايل ومور وهداية بقول البنت العزباء البنت بنتي تي وقارب تي وبنتي دون وبنتي دون لو شفت حد بيهديك مصحف وبتحبيه أو بيحبك دليل على إنه سوف تتزوج من هذا الشخص وسوف يكون أمين عليك بتقول إيه؟ آه أنا بقول لو فيه وحدة خطبها مثلا أهداها مصحف تمام كده بلاش نخش في المرحلة التانية حبه وكلام من ده لو فيه وحدة خطبها بيدي لها مصحف دليل على أمر مهم جدا إيه هو الأمر ده؟ دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون البنت دي المخطوبة بدأ يظهر في دماغها شك أو في قلبها بعض الزبزبات اللي 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 يعني بدأ فكر سيء أو بدأ شطان يلعب آه في فكرها أو حد مثلا بيقولها ده خطيب كذا 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 شافت في المنام أن حد بيهديها مصحف أو خطبها بيدي لها مصحف ربنا بيقولها لا أخلي بالك خطبك حلو خطبك ذو دين خطبك رجل محترم أوي أوي وبيحبك وهيكمل معاك وهيعيشك في عيشة جميلة أوى 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 الله جميل جدا طيب هنا من وجد في المنام أو البنت برضو هكلم على البنت اللي هي أنيسة ربنا يا رب يفرحهم يا رب لو شافت في المنام أن حد بيهديها مصحف كبير وبالأخص كمان بعض العلماء قالوا المصحف المذهب يعني المذهب اللي شكله جميل وشكله حلو وقوي ده دليلة على أن البنت دي هيجي لها رز ودليلة عن أن البنت دي ربنا سبحانه وتعالى بقولها أنت مقرمة أنت إنسانة طهرة أنت إنسانة عفيفة معانا اتصلوا سيدا نادية طب الخط قطع عاود تاني يا نادية معانا إن شاء الله اسمع منامك وعبره لك هنا أنا بقول إن البنت اللي تشوف حد بيهديها مصحف مذهب يعني دهبي لونه دهبي لونه جميل دليلة على الزواج القارب جدا من شخصه كويس جدا هيسعدها أوي 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 وهيكون زواجها خاصة اكترب أو خطوبتك اكتربت خلاص دي بشارة طيبة أوي 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 طيب لو حد ادالها برضو تمصحف في المنام لونه أخضر الله ده هنا رؤيته في المنام بيدلل على إيه على أن هذه البنت أو من رأى هذا المصحف الأخضر في المنام دليلة على أنه هو إنسان طاهر على دليلة على إنسان ربنا سبحانه وتعالى هيبعده عن المعاصي دليلة على أن ربنا سبحانه وتعالى بيقوله تعالى كده قرب لي قرب تعالى ده أنا هجيبك ليه بالدين وبالخلق وبحسن الدين وأن أنت هتبقى إنسان كويس هتبقى ملتزم بعد كده ودليلة على إن البنت تاخد المصحف الأخضر دليلة على زوج طاهر يعني إيه طاهر يعني من أهل الصلاة يعني من أهل القرآن يعني من أهل الزكر عارفين يا جماعة يعني إيه من أهل الصلاة ومن أهل الزكر عارفين يعني إيه كلام ده عارفة يعني إيه يا بنتي يا حبيبتي يا أختي ياللي لسه ما تجوزتيش وتشوفه مصحف ويجيلك شخص من أهل الصلاة ومن أهل الزكر ومن أهل الطهارة دليل إنه هو هيصونك دليل إنه هو هيحفظك دليل إنه هو هيعيشك في عيشة يعني ترضي ربنا سبحانه وتعالى ورسوله يعنيها مش هتخاف على نفسك أبداً معاه طيب هناك كتير جداً اللي بيشوف أنه بيفتح المصحف وبيقرأ فيه بصوا يا جماعة كراءة في المصحف وآيات المصحف الكريم أو المشرف يقال بأن آيات المصحف أو آيات القرآن الكريم يعني أنت لو قرأت آية تعبر باللي فيها يعني لو فيها آية رحمة أم إفرح وإسعد وإن هي بشارة من رب العالمين لك بالرحمة وقير طيب لو العكس لو الآية فيها يعني من العذاب ومن الجحيم لا ده ناخد بالي لو أنا قرأت آية من القرآن الكريم ولقيت فيها بعض العذاب أو الأمور اللي يتخوف لا أنا أؤمن النمى على طول واستعز بالله من الشيطان الرجيم ووضع ربنا سبحانه وتعالى أنه يهديري وأن أنا على طول أفكر بصرحة أنا عملت إيه؟ وفوق وابدأ أرجع تاني عن المعصية أو ما أفعله من معصي والله أعلم وأعلم طيب معانا اتصال أمل سلام عليكم بزيك أمل وعليكم السلامة والله وبركاته وغير حررتك بخير الحمد لله الحمد لله لو سمعت عندي حلم اتفضلي أنا حلمت من فكرة لأنا قاعدة في مكان زي شارع كده ومسكة المطهف وبقرأ فيه وخلصت الآية الصورة اللي أنا بقرأها والصورة اللي بعدها كانت صورة الصف الله تمام فأنا لما جيت لما نسيتني النوم وشفت في المصحف لما قاعدة الصورة اللي قابلية كانت صورة الممتحنة يعني كنت بقرأة صورة الممتحنة المفوض بس أنا في الحلم ما شفتهاش أنا شفت بعد كده صورة الصف تمام يعني أنت قاعدة ومسكة المصحف فتحتين لقيت صورة الصف لا أنا قاعدة بقى في المصحف وبعد كده خلصت الصورة وقلبت هقرأ الصورة الثانية لقيتها صورة الصف طب تمام وبعد كده لقيت سورة الممتحنة لا بعد كده أنا لما نصحتني للنوم بشوف سورة إيلان قبل سورة الصف لقيتها سورة الممتحنة يعني أنا كنت بقرأ سورة الممتحنة وخلصتها وبقرأ سورة الصف بس أنا ما شفتهاش بالحلم شفت سورة الصف يعني فاهمني حضرتك يعني أنا بقرأ السورة وقلبت المصحف بقرأ عنوان السورة التانية لقيتها سورة الصف تمام بس كده يا فندم لا بعد كده أنا كنت قاعدة في الشارع يعني انا بقرأ في الشارع عندنا كده وات وكان قاعد جان اسم الشيخ مصطفى اسم مصطفى كامل ده شيخ عندنا الله وبعد كده كانت قاعدة اسمها اية وكانت قاعدة وحدها جنبها وحدها تاني تمام وشايل ابنها على حجرها ابنها اسمه كامل مم فانا بقول لها هو ابنك ده بقول لها بسم الله ان شاء الله بتقول لي بسم الله انت تحزيعا ايه يعني انا مش شافة انه هو حلو قصت لي يعني اكفان هو معك يقولي الحمد لله اللي على نعمل يعني انتي معكي والطفل. الله. فبعد كده انا ببص على نفسي لقيت نفسي قاعدة وفي واحد برضو شيخ تاني اسمه احمد. لقيت الشيخ دو يعني بقيه شيخ تاني برضو اسمه احمد. يعني واحد تاني قاعد غيره. تمام. تمام? وانا لبسة بجامة ولبسة عليها خمار. فانا مستغرب بقول ازاي انا لبسة بجامة ولابسة. لأ لبسة نقاب. فبقول ازاي انا لبسة بجامة ولابسة عليها نقاب. تمام. وكنت متضايقة يعني زينا طالعا كده في الشارع. والاخر لقيت نفسه ماشية في مكان. وقيت نفسه لبسة لازال بتاعي السود. تمام. تمام لقيت لبسة لازال لازال السود. وفيه فرح بس هو مفيز يعني مفيش طابلة ولا حاجة. بس حالة واحدة قريبت اسمها زنب لبسة عروسة. تمام. وهي العروسة يعني وترقص هنا لبسة لازال بس مفيش طابلة ولا اي حاجة. الله 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 الله. هي زنب دي متزوجة وحامل. انتهى المنم? انا مش فاكرة حاجتين صراحة فيها. هو ده نصيبك في المنام. انت حضرك انيسة ام متزوجة? نا انيسة. انت انيسة تمام كده? منامك جميل قوي. يعني انا معلش يعني هسألك كم سنة حضرتك? 27. 27 ربنا يفرحك طبعا انت من اهل الصلاة ومن اهل الزجر. حد قيام الليل صح? مش مش منتظمة فيه بس الحمد لله يعني بقرأ قرآن وبصلي الحمد لله. بس بتصلي وبتقرأ قرآن? اه الحمد لله. بتصلي في روضة كاملة? اه الحمد لله. ما شاء الله. طب حضرتك انتظرين ان شاء الله بصي يعني ايه? اه 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 انا انت معي يا فاندم? اه مع حضرتك. انا عايزة ببشارك ببشارك بلا اوي 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 بس انا عايزة اسألك سؤال. نعم. هو حد ظلمك او حد يجيه عليكي ولا حاجة? انا معمول لسحر. طب اسمعاني من شاشة التلفزيون. طيب بصي يا اساسة فاضلة. ربنا يا رب ان شاء الله يفرحك. ربنا ان شاء الله يبدي عنك السحر فاعلا. شوفتوا يا جماعة? انا كده باكد ان معمول لها سحر. حسبونا الله وانعم الوكيل. هنا انا بقولك ان انت لازم تقرأي صورة الصف. ايه الكلام ده? بصوا يا جماعة. لما ربنا سبحانه وتعالى يجيب في المنام ان اخت زيديا بتكرأ صورة الصف في المنام وتفتح المصحف. انا كده ببشارك ببشرة جميلة اوي اوي اوي. ان شاء الله يا رب تتحقق بزوال همومك ونكدك وسحرك بازن الله. وان انت تمسيك المصحف ده فرج. وده خير. وده دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرك على من عاداكي ومن فعل بك سحر. ثانيا ان انت حضرتك علشان تشوف ان انت بتكرأي صورة الصف وقعدة وفي فرح. وفي واحدة مخلفة بتقول له احمده ربنا او كلام من ده. دليل على ان انت سبعة وعشرين سنة اتأخرت شوية في الزواج او ممكن يجي ويمشي? وده اكيد. بيجي ويمشي. بيجي ويمشي. ده دليل على ان خلاص. دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى بيبشارك بشرة بيقولك ان شاء الله قريبا جدا بازن الله. تتخطبي وتتجوزي وتنجيبي كمان. بس هنا فيه امر رطيف او 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 ام عجبني او او او. فيه هنا علاج. علاج ايه? ايه وفيه علاج. تعرفوا جماعنا رب العالمين من قرمه. مشينا قلتلكوا ان ربنا كريم وجميل. لما بيجي في المنام واحد تعباني شاب قبات ما زي دي كده ممكن تكون علاج. ممكن لما يجي يقولك مثلا اناكلت زي بادة اناكلت كذا علاج. فهنا عليك بقراءة صورة الصف فهو علاج لك من السحر اكثري فيها. والله اعلى واعلم. معنى تصل? معنى اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا حلمتي حلمين يا سيدنا الشيخ. طب عالي صوتك شوية او سيزة اسماء عشان اسمعك. ابقولك حلمتي حلمية. طب اتفضلي. اه الحلم الاول شبت دوزي في المنام دايب لاربع طجومة ولادي ودايب لي زبادي لابن الصغير. وفتع زبادي عارصة صغيرة. يعني زوجك يا باندي جايب لك اربع ايه? اربع طجومة. هناك اطفال. اربع. اطقم اطقم ملابس اطفال يعني. اه? اطقم ملابس اطفال. ايوة. تمام. تمام. ومشيت انا كيسة احط فيه طجومة. لديك كيس مليان جزم جزم حريمة. تمام. وانا دبت الكيس احط فيه طجومة. يعني رجيته مرمي في الشارع. تمام. لا ما سمعتش جزء الاخران بعد اذنك. اوفي في حتة فيها شبكة او سيزا اسماء. طب عاود الاتصال بنا تاني يا اسماء عشان اسمعك. طيب هنا جماعا تاني هنرجع لرؤية المصحف في المنام. رؤية المصحف في المنام الكاميل اوي اوي اوي. بقولكو هنا من قرأ ايا في القرآن الكريم كان فيها خير ومن قرأها فيها عذاب فليستعز بالله ويشوف نفسه كان في معاصي او مهم في الصلاة او مهم في الدين يراجع نفسه. طب هنا في كمان امر مهم جدا. من قرأ القرآن في المنام فليعلم انه سوف يأتي له مال. بكل حرف في كراءة القرآن الكريم في المنام مال فلوس جاية في الطريق. طيب هنا كمان يقال رؤية المصحف الكبير في المنام. رؤية المصحف الكبير في المنام شكله جميل شكله حل. بيدلل على ان لو الانسان تاجر بيسعى في تجارة. ده دلل على ربح كبير اوي اوي في تجارته. والتجارة هتكون تجارة كبيرة وعظيمة جدا جدا وهينور ربح عظيم اوي اوي اوي. لو انسان مسافر وبيعايز يسافر برا او بيجتهد للسفر في الرزق. وشاف ان هو يعني بتملك مصحف كبير. ده دليلة على تيسير اموره في الصفر. دليلة على الخير الكبير اللي جايله في هذا الصفر من رزق. معانا نوهة من صفره. قالوا ازايك يا نوهة. ازاي حضرتك على صوتك عشان اسمعك. الله يكلمت يا فرنسامعك والزاي حضرتك. الحمد لله رب العالمين. اتفضلي. انا عندي رؤية انا كنت رؤية في ان انت لا. لا انا متسامعك يا نوهة. حالو. اتفضلي. ايه يا دكتور. اتفضلي يا فندم اتفضلي. اقول لك حضرتك. انا كنت شوفت رؤية كده في المنام. ان انا واحد قريبك بابلتوني جامل كتا وبيقول بيعتني انت هتتوصي. واحد قريبك ايه يا نوهة? بيقلني بيقول ان انت هتتوصي. شوفت رؤية يا ابني. لا انا مجتمعك خالص. اقول لك انا شوفت رؤية انت هتوفي. اه. شوفت رؤية في المنام ان انت هتتوفي. اه. تمام. وبعد كده انا قمت المنام. اللي اتفضل عن ايه. وبعد كده انت ويقبلين. لا او يا فندم انا متسامعك خالص حاول اتعاوض الاتصال تاني. يعني لان فعلا فعلا متسامعك وقف في حتها في الشبكة وعاوض الاتصال تاني يا نوهة. بس ولكن انا ممكن افصلك يعني ايه ان انت بتشوفي نفسك في المنام انت هتتوفي او تموتي. ما تخافيش على فكرة. انا عايز اقولك على حاجة بساطة جدا. اه. عبر الشيشة الكريمة ديان. بصوا يا جماعة كل اللي سمعني. اه. كتير جدا اللي شوف نفسه في المنام ان هو مات. بيقوم مرعوب قوي ومفزوع. اه. والمنامات فعلا بتخوف ان حد يشوف نفسه ان هو مات خاص هيسيب الدنيا ويفرق الحياة. لا انا هنا بقولكم او قلت قبل كده يعني سابقا من رأى نفسه في المنام ان هو شاف نفسه ان هو بيموت. ده دليل على امور لازم اسأل عليها الاول وبقولك ما تخافشي. الموت مش موت. ولكن هنا انا بسألك هل حضرتك او حضرتك مقصرة في الصلاة؟ ليه كلام ده؟ لان خلاص الانسان اللي مات ودخل القبر معادش بيذكر ربنا. معادش بقول لا اله الا الله معادش بيركع معادش بيصلي. فهنا الانسان الحي لما شوف نفسه مات. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله خلي بالك انت كالميد. ما الفرق بين الحي والميد. هو ذكر الله. وما خلقت الجنة والانسة الا ليعبدون. عشان تعبدوا ربنا. فربنا ما يجيب لك في المنام او تشوف في المنام ان انت بتموت او حد بيموت. فده دليل ان انت تشوف نفسك مقصرة في الصلاة ولا? لو مقصرة في الصلاة? لا التزم بالصلاة. طيب مين معايا? ايا قاهرة زاكي ايا. زاكي ايا. انا سهلا. انا عايزي اربعة احلام. اربعة. اه بس يعني ازياري. هل انت بحسان انا متزوجة انت 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 اه. هل انت اول حاجة بحسان اه بيجري وراي. اه بيجري وراكي. اه. فانا غايفة انه مش مش عايزي بقى معايا. طيب طيب. اي مكان هو معيتي. تاني رؤية حديث ان احنا اه بيتنا ملجان مصاحف. مصاحف اه مصاحف اخضر لغباد. بيت فيه مصاحف? فيه مصاحف. اه. واخضر. ملجان مصاحف يفتح. الله. كملي. بس اه بفتح الدرج بتاع التربيزة اه بعد ما شفت المصاحف فيه. تمام. والحلم الثالث خليمت النالة اه اه اللي رايحة قلبس عبايا ديش واخضر فبقيتها تياء عبايا. تمام. فروشت قلبسها تاني قلبسها ودخل فيه بالعافية. تمام. وحلمت الجزمة بيضة عايزة البس الجزمة. يعني حلمت الجزمة بيضة اه فيها وصخ. بيضة 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 شطخة كده فيها وصخة. اه. مش عارفة بيضة انا بستطلع كده وقلت بيضة ومصخها ليه. ارشت برضو البستها. تمام. بس والحلم الرابع حديث. لا استنيني قبل الحلم الرابع بعد اذن حضرتك. ايه? بعد اذنك سؤال بس صغير. اه. هو انت حضرتك تقدم لك عارس وانت مش حباقة ومش عايزة. ايه? تقدم لك شخص. تقدم لك شخص للزواج او الخطوبة. ما كانش موفق معاك او. اه هو لسه متقدم وماردناش عليك. انت مش عايزة يا فندم? انت مش عايزة? اه 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 بيتش عايزة. طب هو بيرجع تاني صح كده? هو لسه ما ما ردناش عليه ولا هو ردت علينا. طب ممكن تسمعاني من تليفزيونا ان شواء الله عبالك منامك بازن الله. طب بس انا في رؤية تاني في رؤية تاني. طب اتفضل. بابا 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 متوفي اه حديمك نوع يجيبلي اه 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 وقال له خد اشعر منها بس انا مش هكتش منها شرب منها اطفال عندنا رايبنا. يا نوهة بابا بابا كي بابا كي متوفي وقاب لك ايه ايه? يا ايا ايا بابا جاب لك ايه ايا في المنام? اا اا آآ ازادة سائع كبيرة. سائع يعني كوكاكولا. اي وكولا اي وكولا. تمام. بس عندك حاجة ماما? ماما عايزها بس برضو عندها حاجة. طيب تحت امر ماما تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه اه دكتور انا بشوف نفسي بطلع على مماكن عالية وبنزل كده بجعبان عبنزل من علينا ممم الحين ببتحرق معايا كثير تمام شوف نفسي بطلع على مماكن عالية وأنا بنزل لكم محتارة حال بنزل من ايه؟ شعرت عارفين يا حاجة جوزك متوفي بقالود ايه؟ متوفي ليه شهر واحد يبقى ليه تلات سنين اه تلات سنين انت حضردك انت حاس ان ظهرك يعني اتكشف وب fis اندك ومفيشحد معك صح؟ و شفت اخر ما نام ليهون لا 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 اسماعين سامعان ؟ الاول لا انا عايزك تجمدي كده انت حاسى ليه بعجز? وحاسى ان انت وحيدة ليه كده وحس εنه مافيش حد واقف جنب منك صح؟ اي ها لا امسيك كده ده ربنا حسن من اي حد ان كان زوجك توفاه الله رحمة الله علي واسكنه فسيح جناته فربنا حسن من اي حد ربنا هو اللي في ظهرك ربنا هو اللي معاكي ماتخافش من اي حاجة لان انت شايلا حملة ايل وخايفة ليه من الزمن ايوف لا ماتخافشي ماتخافش وربنا هيقف معاكي وهيقويكي وهتجاوزي بناتك وهتجاوزي أولادك وهتساعد بهم قوي وربنا هيرزقك من حيث لا تدري سمعي تفسير منامات بنتك من الشاشة ان شاء الله بص يا أستاذ الفاضلة لما أنا قلتلك إن في حصان أحمر بيجري وراكي وإنت مش عايزاه وفي نفس الوقت المنامات التانية يعني ما سألتك فيها كل مختصر التلات منامات في إن شخص تقدم لكي وإنت مش عايزاه يعني فستان وبتلبسيه ومش كويس وجزمة أو حزاء عزاكم الله مش شكلها مش لطيف أو كذا أو كذا فده دليل على أمر مهم جدا هو هيزعل مني بس ما عليش ما تزعلش مني العريس ده يا بنت الحلال مش موفق لكي وأسأل عدي أمام الله سبحانه وتعالى يا أستاذة العريس ده مش موفق لكي والله أعلى وأعلم هنكمل بقية تفسير المنام ونرجع تاني للمصحف الكريم أو المشرف أو نور الله سبحانه وتعالى المعجزة اللي جات على سيدنا النبي بس قبل ما نفصل ونخش يلا كمان نصلى على سيدنا النبي شوية عشان ربنا يدينا من نفحات كده ويدينا من الخيرات ويدينا من البركات رؤية المصحف في المنام يا جماعة أخاف إمتى من رؤية المصحف في المنام أنت بقالك نص ساعة أو بطول الحلقة عمان تقول المصحف جميل 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 أخاف إمتى من المصحف لما افتح المصحف وراء وراء أبيض أفهوش أي أيات لما المصحف يكون في إيدي ويقع من إيدي ملاقهوش لما المصحف يكون معايا ويتقطع يمزق أخاف من كده على طول بقوله صاحب المنام احذر فورا أن أنت عشان يكون معاك المصحف ويدرع منك هنا بقولك يا حبيبي أو يا أختي الصور اللي أنت حفظاها أو القرآن الكريم اللي أنت كنت حفظه نسيته فربنا بينبهك بقولك ليه ليه أنت نسيت القرآن اللي أنت كنت حفظه هحزبك على كده لأن المصحف لما يضع منك في المنام خطر جدا خير بيروح منك رزق كبير بيروح منك فرج بيروح منك نور بيروح منك ويأتي الظلام هنا بخاف من الرؤيا دي لما جفتح المصحف ولا أولى وأبيض يقلق لما المصحف يضع مني هنا أنا بقولك على طول خلي بالك من دينك خلي بالك من صلاتك خلي بالك من ذكرك خلي بالك من حفظك للقرآن كنت حفظ أي أو اتنين أو حفظ جزء أو اتنين بدأت تهمل فيهم وتنساهم ليه يا جماعة؟ وقال بعض العلماء بأن المصحف مثل البنزين عارفين البنزين يا جماعة؟ شفت البنزين أو السيبرتو أول ما بتحط بيطر في ثواني يعني إيه كلام ده؟ يعني الإنسان لو ما راجعش على كلامه الله سبحانه وتعالى لهو حفظه باستمرار يراجع 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 وطارك شوية يطر منه زي السيبرتو بالظفر شفت السيبرتو بيطر زي المصحف أو حفظك للقرآن الكريم بيطير فهنا رؤية إن المصحف يضع منك ده خطر جدا طيب إيه كمان إن أنا أخاف منه؟ أخاف من هنا إن أنا أشوف مصحف وقع مني في قلب أعزاكم الله مجاري يا الله ده هنا بقى أتوقف وأقول إن هنا ممكن يكون أنا معمول لعمل مش كويس طيب معنا اتصال فايزة أوه إزاك يا شخي إزاك يا أستاذة فايزة الله يخليك ممكن حلمين فغيرين قوي ده تؤمرين الأمر يا فاندي متفضلي حلمت إن أنا بجيب لي بنتي قد تنوم بتمن تلاف جنيه حلم التاني تمام الله جميل الحلم التاني بنتي حلمتلي إن أنا جاوزت واحد اسمه حسين وكنت فرحانة تمام بس كده؟ بس كده حظ أنت حضرك متزوجة؟ ممكن متزوجة ولا؟ لا أنا أرملة أه لا أنا أرملة طيب تمام أرملة ومش بفكر في الجواج لأ ما مش شرط إن أنت بتفكر في الزواج ولكن بتسعي في الرزق زيادة في الرزق نعم حضرتك بتسعي في زيادة في الرزق عندك؟ الحمد لله والله الحمد لله بنتك عندها كم سنة؟ بنتي منفصلة عندها كم سنة؟ بنتي مني سبع شهور أو تمن شهور وجوز عايزة يرجع لها وهي مترددة لأ إن شاء الله يرجع لها فاندم يرجع لها؟ لإنك أنت بتشتري قولة نوم جديدة بتمن تلاف جنيه صح؟ آه آه مظبوط مظبوط وهيتعدل معها أو 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 كمان يا رب يا شفيع يا رب اسمعيني من شاشة التلفزيون طب هقولك حاجة تانية لو تسمح عايزة رقم حضرتك ممكن؟ طب خديم الكنترول وتحت أمر حضرتك طيب بص يا أصيصة الفاضلة منامك جميل جدا إن شاء الله تشتري لبنتك قوضة نوم جديدة بتمن تلاف جنيه تمام كده؟ أنا عارف إن ممكن يكون في مشاكل تمام؟ ولكن هنا إن أنت عايزة تشتري قوضة نوم جديدة فتدليل على إن أنت مش عايزة بنتك تبقعدة جنب منك مطلقة عايزة تسطوريها ونفسك إن جوزة هيتعدل وربنا يهديه ويرجع وترجع تاني لبيتها وتعيش حياة سعيدة وطبعاً دا عند كل أب وأم طيب أنت بتشتري قوضة جديدة؟ لا ما تخافيشي هترجع تاني وجوزة هيتعدل وهيبقى محترم معاها وهيبقى كويسين وأنا بقولك يا بنت يرجع الجوزك تاني إن شاء الله في خير صدقيني؟ شفت البنت اللي أنا قلت لها أوعت اللي بتقدم لك مرة واتنين دي توافق به؟ أنا بقولك لا هنا بقى يرجع الجوزك تاني لأنه إن شاء الله هيتعدل لأن ماما بتفكر تشتري حجرة جديدة والجديد هنا حياة جديدة اختلاف فكر جديد جوزك هيتغير لأنها بتشتري حجرة جديدة إنما لو كانت بتجيب لك القوضة بتاعتك هي هي هيبقى جوزك هيفضل زي ما هو شفت أنا بفصل لك إزاي بالفلاحة وبالعمية وكل حاجة عشان قلبك يطمئن هي بقى أمك بقى بتحلم إن هي بتتجوز واحد تاني بصوا يا جماعة اللي شوف المنام وهي بتقول أنا مش برغف في الزواجة أو كلام من دوان اللي بيشوف نفسه إن هو بيجوز مرة تانية هو متجوز أو مش متجوز بس هي طبعا أرمالة زي ما هي بتقول وشافت نفسها إن هي بتتزوج من شخص آخر ده دليلة على خير قادم لها دليلة على أمر مهم جدا إن بنتها ترجع تاني لزوجها دليل إن ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لها رز طب ليه لإن الزواج هنا بيدلل على الخير على العشرة على بيت عائلي على لما أنا أتجوز عايز أصرف وأعمل بيت وأسرة وبخلف فهنا بالم الشامل فهنا فيه لم شامل والله أعلم وأعلم أبشري ربنا يفرحك يا رب ببنتك ويبدع عندكم الشر اللهم أمين يا رب العالمين جل تاني نصلي على سيدنا النبي ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا جماعة بالله عليكم صلوا على سيدنا النبي كتير أوي 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 سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل شيء في الدنيا أن احنا نصلي على سيدنا النبي أفضل شيء نرضي بيها على الناس اللي بيعملوا كذا ويشتموا ويقولهم مش نشتم ولا نعمل صور لا نصلي على سيدنا النبي نروح للمساجد نملأ المساجد نقرأ القرآن الكريم نفرح سيدنا النبي بإيه؟ بقراءة القرآن وبالصلاة وإن احنا نصلي على سيدنا النبي كتير أوي 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 صحنا لا يا جماعة صلوا على سيدنا النبي كتير أوي 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 ونرجع تاني لرؤية المصحف الكريم ومن رأى في المنام أنه يأكل أوراق المصحف إيه الكلام ده؟ حد بيأكل أوراق المصحف؟ آه أوراق المصحف جميلة أوراق المصحف من قرأ في المصحف ونظر في كتاب الله أضاء الله سبحانه وتعالى وجهه طيب معنا تصال تاني أميرة عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذنك يا دكتور يحي يا مياه حلمي يا سلام على راسي أول حالة حلمت أن أنا شفت طالقين جريت في الحلمان وهو جاعدين فوقت الضلمة وبعد كده وأمي جاعدة سنسل يا أميرة يا أميرة شفت طالقك فين؟ شفت طالقك فين؟ جاعدين أنا وهو فوق في الضلمة؟ أيوة تمام وبعد كده أمي جاعدة سنسل عليك تقول لي تعالي تعالي وأنا مش رادي أجيه وبعد كده لما جيت أنزل جايك في بيسنا سوا دي عمالة بس عليك من اللي بيبصوا عليك اي؟ قطة قطة اه وعنها حامرة وبعد يخذها رحت الجطة دي بيجيت لومها اخضر وعنها خضرة يا اميرة استنين يا اميرة معلش حتى لو في تكمل المنام انت عايز انت متطلعة بقالك ادي ايه؟ اربع سنين انت عايز ترجع الجوزك يا اميرة تاني؟ لا طب ليه؟ ايو عشان خليفات كتير سبب طلائق؟ سبب طلائق كان ايه يا اميرة؟ ممكن معلش بعد اذن اعرفه؟ ما جدرناش نتملوا مع بعض او في حاجات كتير ما كنت من في عندنا نرجع تاني طيب انت انجبت منه ولا لقى يا اوزيز اميرة؟ او معايا بيت طب كميلي منامك كميلي منامك وبعد كده انجلت من فوج لجبت جبدي متوفي ومعاها واحد فيها عمال يجرى كلها اللي بيت خالتي وقلت له انت قلت له هتطلع مين على عصريك انت مسأل لحتو جلت عالمها هتطلع مين على عصريك ولا لا لا اله الا الله والله من اول ما قلت المنام وانا فهمت ان طلائق ما كانش طلائق يعني طبيعي والحلم التاني لو سمحت انا حلمت برضو بنفس الحلم لانا امي جاعدين برضو في الظلمة ومعانا جدا متوفي ونفس الجطة كان لها برستاني وانا كنت خيثة منها وعملها اسكة واختي خدت مني المنطلون بتاعي وانا عملة اسكة اقول لها ليه خدت منطلون ومحت برة ولديت نفس الجطة البرتطانية دي تضفت علي يا اميرة حد قالك ان انت معمولك سحر ايوة طب اسمعيني من شاشة التلفزيون يا اميرة ولازم تسمعيني اوي نعم اسمعيني اسمعيني ربنا يهديك ويبعد عننا وعنكم الشر يا رب لا حول ولا كوة الا بالله العليه العظيم وحسبونا الله ونعم الوكيل اول ما قلت له اميرة عطول عرفت ان سبب طلاله استاذ اميرة كان ايه للأسف اول حاجة اول حاجة حسد شديد اوي 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 تاني حاجة ان الزارة استاذ اميرة تعملها سحر فعلا شفتوا يا جماعة انا بقول اللي معموله سحر بمعموله سحر قول اللي بتحك عليه الشيطان بتحك عليه الشيطان طب ليه هي قاعدة في قوضة ضلمة معاها وما تندع عليها وفي قطة بتبص عينها حمرة تتحول لاخدر والمنامي التاني اللي تاخد منها بانطلون ومش عارف ايه ده الكلام ده خطير جدا اسمعي انا مش هطول معاك عشان ما خوفكيش وجدك المتوفى عشان يكرق عليكي اسمعي كلام جدك اوعي تسمعي كلام الدجالين والمشعوزين اوعي يا اميرة اسمعي كلام ابو يحيا بله عليكي اسمعي كلام بله عليكي اوعي اسمعي كلام حد يقولك تروحي للشيخ فلاني ولا للشيخ العلاني ولا يجيب لك ده القطة وده الفار ويرك ناملة مطحونة وكلام من ده كلام ده كله جزب في جزب اسمعي كلامي جدك لما يجيلك في المنام ويقولك تعالى من مرقيكة او طلع عليكي او كلام من ده كل اللي انت هتعميلي حاجة واحدة بس الرؤية موجهة من ربنا سبحانه وتعالى وفيها علاج لكي اللي هي اذا ما قلت للأستاذة الفاضلة في الاول الحلقة صورة الصفات علاج لجي خلي بالك لو ليس معانا هنا كماني انا بقولي علاج لجي هو الرقيا هعمل ايه هجيب كباية مازة دي كده واقرأ عليها الفاتحة واول البكرة وايه 136 او 37 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اقرر الايه دي سبع مرات خلي بالك لو حبيت السجلي سجلي بعد كده هقرأ اية الكورسي بعد كده اخر البكرة يا رب كوني سجلتي بعد كده هجيب ايات السحر في صورة طه وفي صورة وفي صورة يونس وفي صورة الفرقان تمام كده هجيب الايات دي وادور عليها واقرأها على المية مع اقرأ صورة الزلزلة مرة واحدة واجي عند قولوه اشتاتا اسمع كلامي وقرأها تلاتين او تلاتين مرة او تلاتة او تلاتين مرة بنية ان ربنا شتت عدوي ومن صحراني اشتاتا 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 لو يروا اعمالهم وكمل الاية وبعد كده الاخلاص والمعوذات تلات مرات بس نفسي في الكباية تمام؟ بعد كده ارقي بسم الله ارقيك من كل شر يؤذيك ومن كل نفس او عين حسدة او سحرة او حقدة الله يشفيكي سبع مرات اعوذ بكلماتي الله التاماتي من شر ما خلق سبع مرات واعمل ايه بقى؟ بص يا اميرة ازود الكباة دي مية من اللي انت بتشربها واشرب اشرب لغاية ما حس ان بطني خلاص مش قادرة اشرب حس ان المية هتطلع بتاني من بقي اشرب اشرب كتير قرار الكلام ده باستمرار ما تقطعهوشي بعد كده هيفض مني مية اتوضى بها للصلاة اتوضى بها للصلاة المية اللي نزلت من الوضوء اراح ازرق اروي بها زرع هو القرآن الكريم هي الروية هو ربنا والله اعلى واعلم طيب هرجع تاني للمصحف الكريم من رأى في المنام انه يأكل اوراق المصحف دليلة على ايه؟ دليلة على امر طيب جدا دليلة على الانسان ده بيحب قراءة القرآن الكتير اوي اوي دليلة على الانسان ده بيحب يقرأ في القرآن باستمرار فده دليلة على امر طيب اوي 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 طيب هنا من وجد في المنام ان حد يعطيه مصحف زغير خلي بالك يا جماعة المصحف الزغير والمصحف الكبير تفسير لو حد بيعطيك مصحف زغير دليلة على الرزق دليلة على المال دليلة على الخير دليلة على ان ربنا سبحانه وتعالى هيحول لك حالك في دينك من حال لحال افضل واحسن معنا اتصال؟ طيب هنا المصحف الصغير رزق وخير وبركة ورزق كبير ولو كنت ناوى على صفر زي ما قلت فرج وخير والمصحف الكبير فرج ويسر ونور وبركة رؤية المصحف في المنام رؤية محمودة وكرأة القرآن في المنام رؤية محمودة فأبشره بهذا المنام والله اعلى واعلم حلقتنا خلصت وقبل منهي الحلقة هنهيها بأمر طيب اوي اوي هنهيها بسيدنا النبي واقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله تبت حياً وتبت ميتاً يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة